رجع لجولات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء النهاردة قام بجولة لبلبيس والعاشر من رمضان في الشرقية افتتح خلالها محطة مياه بلبيس بتكلفة 575 مليون جنيه واللي هتخدم المفترض أنها تخدم 616 ألف نسمة في مناطق مدينة بلبيس و50 قرية تابعة وتم ربط 18 قرية منها بالخدمة لكن بعد الافتتاح مباشرة مصورة مياه انفجرت في محطة المياه بعد ما افتتح المهندس إبراهيم محلب بدقائق معدودة لما انفجرت هذه المصورة الواقعة حدثت لما حصل انفجار الهوى في مواسير الخزان بمحطة المياه وما ترتب عليه انفجار المياه وتدفقها خارج الخزان طبعا الموظفين هناك والمسؤولين حاولوا تدارك الامر وحاولوا انهم يتخلصوا من المياه اللي طلعت في المياه الخاصة بالمحطة حاولوا يتخلصوا منها في البلاعة اللي هي موجودة هناك قبل ما يمشي المهندس إبراهيم محلب من المكان وفي هذا الخصوص يعني عرفنا ان المهندس إبراهيم محلب امهل المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القبرة لمياه الشرب والصرف الصحي امهله اسبوع علشان يصلح العيوب الفنية في هذه المحطة اللي زي ما قلنا لحضراتكم انفجرت المصورة الرئيسية بتاعتها بعد دقائق من افتتاح محلب لهم